موسيقى موسيقى سنة جديدة أم حياة جديدة سؤال في غاية الأهمية أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا في اسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد في هذه المناسبة أحب أخذ هذا الوقت أحيي إخوتي وأخواتي جميع الذين يحتفلون بعيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي جميع الكنائس الأرثودوكسية نريد أن نعيد عليكم ونقول سنة مجيدة وعام مجيد أيضا عيد ميلاد مجيد وسعيد على حياتك وعلى أسركم وصلاة أنه الرب يباركه خلال هذا العيد وبتمنى لكم سنة مباركة مثمرة سماوات مفتوحة استجابات الصلوات وصلاة أن يكون بركة على الجميع ويحل ويعم السلام والفرح بالذات في بلادنا العربية في الشرق الأوسط وكل عام وأنتم بألف خير سنة جديدة أم حياة جديدة السؤال أحبائي دايما في نهاية العام وبداية عام جديد فيه بيكون ما يسمى تقييم أو تصميم تقييم من حاول نقيم ما حدث معنا في السنة الماضية سواء من انتصارات من امتيازات من بركات أو أحيانا من هزائم ومن فشل ومن طبعا تراجع إلى الوراء وحدثت أمور عديدة في حياتنا لما نكن نتوقعها وطبعا أكيد في التصميم كلياتنا منصمم سواء تصميم روحي أو تصميم جسدي منحاول أنه نتغير للأفضل ونحاول أنه نتغير للأحسن طبعا مثل ما بتعرفوا الأمور في هذه الأيام على ما يبدو تسير من سيء إلى أسوأ في هذا العام اللي مضى حروب وطبعا الحرب المستمرة حرب غزة وعدى عن الزلازل والفيضانات ويعني كوارث طبيعية عم تحدث وفتحنا عيونه على سنة جديدة الحرب ما زالت مستمرة والتمنيات اللي بنتمناها شكله مش عم بيتغير الوضع وغير الطيارة اللي تحرقت في اليابان ولكن كل الركابة نجيو والزلزال اللي درب اليابان وطبعا الدنيا ما زالت والتحذيرات طبعا في الشرق الأوسط لكل الدول الغربية تحذر رعاياها أنه يتركوا بعض المناطق من الشرق الأوسط وهذا ندل على شيء بدل أنه فعلا العالم مش عم بتغير وأنه كل التمنيات اللي بنحاول نتمناها أو يعني نرجوها من الله على ما يبدو الأمور مش عم بتسير على ما يرام فما الذي حدث أو ماذا سيحدث ابقوا معي لأنه عاوز أتكلم عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر سنة جديدة أم حياة جديدة أهلا وسهلا مرة تانية كل أحبائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية بث مباشر وحديثنا وعنوان هذه الحلقة سنة جديدة أم حياة جديدة وطبعا في حيري في تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع فالسؤال هل تغيرت الأمور بين كانون الأول اللي هو ديسمبر وكانون الثاني اللي هو يناير هل فعلا الأمور تغيرت سواء الساعات وشو الفرق أليس يعني ممكن التصميم يكون في فبراير أو في نيسان في أبريل أو في أيار في مايو وإلى آخر في أي شهر من أشهر السنة وهل بالتحديد هذه الأمنية رح تكون في هذه السنة سؤال تاني طبعا اللي منواجهه ماذا يطلب الله من الإنسان ايه هو الغرض الأسمى في هذه الحياة وبعدين شو هي الصورة النهائية اللي منتوقعها في هذه الحياة وهل الكتاب المقدس يتحدث عن بداية الحياة وهل يتحدث عن نهاية الحياة وهل يتحدث عن التفاصيل اللي في الوسط خلال هذا الزمن من أحداث من وقائع من نبوات يمكن التم من أمور نستطيع أن نميزها أو من المميزين الأزمنة والأوقات في هذه الأيام هل فعلا عم نشوف تغيير طبعا أكيد أنت جوابت على هذا الجواب إنه ما في فرق سواء يناير أو فبراير أو ديسمبر إلى آخره كل السنة هي للرب وعين الرب على علينا طبعا من أول السنة إلى آخر السنة بيهتم وبيعتني فينا وبيعتم كمان في مقتنياتنا وفي كل أمورنا بحسب تثنية إصحاح 11 الله خارج عن نطاق الزمن ولكنه يتعامل معنا من خلال الزمن من خلال الأزمنة من خلال المواسم من خلال الفصول من خلال الأيام من خلال النهار من خلال الليل فهذه كلها مواقيت يتعامل الله معنا من خلال هذه المواقيت وطبعا يعني بالنسبة للسنة سنة بتروح وسنة بتيجي سنة يمكن تتغير ولكن أحباء الفكرة مش في الزمن أو السنة أقصد التوقيت الفكرة هو في التصميم ليست الفكرة في السنة كأنه في شيء سحري أو عمل سحري رح يتم خلال كل الأمنيات والتمنيات والتبركات مع أنه وصلنا يمكن آلاف التبركات وأنا بشكركم على محبتكم وكل هذه التبركات ولكن ليست القوة بحد ذاتها في السنة أو في الوقت ولكن كل شيء هنا في الذهن وهنا في القلب بحسب نظرتك لكل الأمور والتصميم يعني عالة متى أنا عاوز أنزل في الوزن فباستنى لنهاية العام عشان أعمل تصميم وبعد يومين ثلاثة أكتشف أنه فشلت حتى في التصميم الأول أو سواء تصميم روحي أنا أوكي هاي السنة فعلا روحيا ما كنتش ماشي مية في المية مع الرب أنا بصمم في بداية هذا العام وبتشوف كل أنواع السايتس بقولك اقرأ الكتاب المقدس في سنة صلي يوميا في مخدعك حاول تروح على الكنيسة اشهد عن نعمة الرب وكل هاي التوصيات الحلوة الجميلة ونكتشف أنه في أول أسبوع لم يحدث أي شيء من هذا التغيير فالتغيير هو ليس بحد ذاته في الزمن في السنة في الشهر ولكن التغيير أحبائي هو من خلال الإرادة من خلال الإرادة والله يتعامل مع الإرادة الله يريد الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون تعرفوا أحبائي في كتير أشياء مهمة محتاجين نتكلم عنها يعني مثلا كتير مرات إحنا منفكر إنه بالتمني أو بالرغبة أو بالأمنية أو دائما منقول يريت يريت في هاي السنة أتغير يريت في هاي السنة ولادي يكون في الإيمان يريت إنه الرب يسدد احتياجاتي يريت يكون عنده بيت يريت يكون عنده سيارة حنتكلم على الاحتياجات الشخصية اللي هي المفروض تكون من نصيب كل إنسان وأي مواطن في أي بلد إنه هاي الأمور طبيعية وإذا لم تكن متوفرة هذه الأمور علامة سؤال كبيرة على هذا الوطن هل بيهتموا في الرعاية ولكن هذا موضوع آخر أم إنه يكون في إرادة فدائما منقول يريت ويريت ويريت وطبعا نحن منعرف كلمة يريت عمرها معمرت بيت إخوتي وأخواتي المسيح دخل أورشاليم إلى منطقة قريبة من الهيكل وهي المنطقة تسمى بيت حزدة يعني بيت الرحمة أو بيت النعمة وهناك كان فيه بركة وبنوا أروقة لسبب جمهور المرضى كان جمهور من مرضى من عمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء ومن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراف بقول الكتاب لأن ملاكا كان ينزل أحيانا ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ كان يشفى يعني من أي مرض بصيبه وطبعا جاء يسوع المسيح وحيث وجد يسوع المسيح حضوره دايما في بركة وهناك كان في واحد عنده أمنية عنده رغبة أنه فعلا يشفى من هذا المرض من الفالج كان مشلول وطبعا مش عم بيقدر يتحرك فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض هذا رآه يسوع وعلم أن له زمانا كثيرا فسأله سأله سؤال في غاية الأهمية سأله أتريد أتريد أن تبرأ كنا نتوقع الإجابة طب ما أنا موجود في البركة عشان يعني هذا السبب ولكن كان الجواب بعبر عن شلل في الإرادة قال ليس لي إنسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنآت ينزل قدام آخر ولكن المسيح أحباء التعامل مع الإرادة وأراد أن ينقذ حاسة الشفاء قبل نوال الشفاء ثم قال يسوع المسيح لهذا المريض قم احمل سريرك وامشي فحمل سريره وكان في ذلك اليوم سبط وطبعا حدست يعني ثورة هذا الموضوع ولكن المسيح لاحظ سأل هذا السؤال للمريض أتريد أتريد أن تبرأ في هذه السنة أتريد أن تتغير أتريد أن تبرأ أتريد أن تحصل على البركة في موضوع الإرادة وهكذا ما يتفاعل أو يتعامل معه الرب يسوع له كل المجد مرة أخرى كان حتى في طريقه إلى الصلب إلى أورشليم مر في أخفض منطقة في العالم في بلدة أريحة في أريحة هناك كان في شخص اسمه زكا قصير القامة طلب أن يرى يسوع من هو وطبعا المسيح يعني لم يتحاد أو يتفاد هذا الإنسان قال له أسرع يزك لأنه كان في يعني رغبة وإرادة في داخله ومش بس يتعرف أنه يعرف يسوع المسيح شخصيا ثم كان جواب المسيح لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وفي نفس البلدة في أريحة ويسوع كان ماشي في واحد أعمى اسمه بارتماوس ولما سمع أنه يسوع ماشي في البلد وعرف أنه يسوع صرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني وقف يسوع وسأل السؤال ماذا تريد لاحظ السؤال ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال يعني ما هو العنوان معروف الموضوع معروف من العنوان أم أبصر يا سيدة أم أبصر فالمسيح عنده الإرادة عنده الرغبة وعنده القدرة على الشفاء قال يسوع المسيح أريد وفعلا هذه الإرادة رد له البصر والبصيرة في آن واحد في شخصية ثالثة واحد أبرص مرض جلدي خطير معدي بكل معنى الكلمة بيرمز إلى النجاسة هذا جاء إلى يسوع وسجد له وقال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني أجاب يسوع وقال له أريد ما أنا موجود لهذا الهدف لهذا السبب أريد تحنن يسوع تقدم لمس الأبرص فالأبرص تطهر من نجاسته على العكس يعني اللي بيلمس الأبرص كان بيتنجس ولكن الطاهر النقي القدوس البار لا يتنجس بلمسة الأبرص أو بلمس نعش ابن أرملة نائين بل بالعكس قام الميت وطهر الأبرص وشفي الأعمى وهكذا أحبائي يسوع المسيح عبر عن إرادته أنه يريد فالمسيح يقول أنا أريد فهل أنت تريد فإذن أحبائي شتان ما بين الرغبة والإرادة فالرغبة هي الحلم البدائي الذي يتمناه كل إنسان ومن من لا يتمنى السعادة والصحة والبركة وبيت جميل وبيت صحي وبيت في ومحبة المسيح ولكن الإرادة هي بذل الجهد والإرادة الحزم والجزم والعزم في هذا الموضوع إنك تنفذ هذا الموضوع فالسؤال سنة جديدة أم حياة جديدة فالحياة الجديدة هي التصميم وهي بالحقيقة هي نعمة الله نعمة الله التي لا نستحقها إنه الخلاص الكامل عندما سأل التلاميذ يسوع المسيح فمن يستطيع أن يخلص أجاب يسوع وقال يعني الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فهذا العمل أحبائي هو عمل إلهي بكل معنى الكلمة فالمسيح يريد لنا السعادة والفرح والسلام الحقيقي يريد من الإنسان أن يتمتع بحياة فضلة حياة فياضة حياة إلها معنى حياة إلها قيمة حياة فعلا بغض النظر زلازل أو عواصف أو اضطهادات أو ضيقات أو مواجهات أو حتى موت أو دينونة إلى آخر اللي عم بتحل على الناس فالإنسان في المسيح يسوع يتمتع بالسلام يتمتع بالفرح يتمتع بالراحة الحقيقية وعمل المسيح هو عمل متكامل أحبائي فالمسيح مش مجرد بيلمس الشخص بيتركوا لا وكثير ناس عم تتساءل في هذه الأيام أين المسيح المسيح موجود هو حي وموجود يتواصل ويتفاعل ولكن السؤال أنت أين أنت موجود أين أنت من إرادة الله أين هو طلبك ألم يقل المسيح أطلبه تجده اقرعه يفتح لكم فإذن هل أنت فعلا في إرادة المسيح هل عندك الرغبة أن تتشبه في المسيح فالمسيح أحبائي مش بيتكلم عن كلام فيه تمنيات ووعود لا قيمة لها فكل كلمة من كلمات يسوع المسيح بتزين مليار طون فالمسيح لم يقل أي شيء لم يفعله المسيح القدوس طهر البرص وأقام الموت المسيح الغافر الذي يغفر الزنوب والخطايا غفر لصالبي على الصليب المسيح الذي قال أنا هو خبز الحياة أشبع آلاف آلاف كثيرة من خمسة أرغفة وسمكتين المسيح الذي قال أنا هو نور العالم لقد فتح عيون العمي ومش بس رد البصر يعني العيون ورد البصيرة أيضا كما قال لشاول الترصوص لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ففي بداية هذا العام شو هي تمنياتك للسنة الجديدة هل هي السنة مثل أي سنين بتمر السنين ولا رح تكون سنة مميزة سنة تعتبر من أعظم سنين حياتك وأصلي من كل قلب أنه هاي السنة تتميز عن كل السنين اللي عبرت أحبائي ابقوا معي سأواصل الحديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدين موضوع الحلقة سنة جديدة أما حياة جديدة في كورنتوس الثاني صاح الخامس والآية السبعة عشر مكتوب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً وسمعت بعض العبارات من صديق اللي وصف هاي الرحلة مع المسيح بتلت مراحل أولاً يقين الحيام الجديدة ثانياً يقين العناية الأكيدة ثالثاً يقين النهاية السعيدة فالمسيحية هي إن صح التعبير دياني فهي ديانة اليقينيات والتأكدات لا يوجد أي شك أو اضطراب بل تأكيد كامل على كل شيء الرب بيعمله فإذن أولاً يقين الحياء الجديدة مكتوب ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة يعني عملية انتقال من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور تغيير جذري ثوري فوري من خلال إيمانك في الرب يسوع المسيح فتحصل على حياة وأنا أعطيها حياة ولا يقدر أحد أن يخطفها من يده قال يسوع المسيح ثم قال أيضاً الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن بيعطي تأكيد تأكيد وضمان الحياة الأبدية كما وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً مش بس إنه الله بغيرنا ومنصير خليقة جديدة نلنا حياة جديدة ولكن الرحلة بتستمر مع المسيح من خلال العناية الأكيدة في روميا 8 آية 28 الآية المشهورة اللي منرددها كتير ونحن نعلم ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده فالله بغض النظر شو الأحداث اللي منمر فيها وانا عاوز أشجعك لا تنظر إلى بداية الرحلة بل انظر إلى نهاية هذه الرحلة هاي الرحلة الرب يسوع سائر معنا وهو الذي وعدنا لا أهملك ولا أتركك عيني عليك الرب يسوع بيهتم بإحتياجاتنا بظروفنا بأحوالنا بعائلاتنا بكل تفاصيلنا بيعرف كل شيء عنا بغض النظر ما يحدث من خير أو شر فالمسيح له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر وله الكلمة الأخيرة هذا بيعطينا راحة بيعطينا طمأنينة بيعطينا سلام وسط الانزعاج وهذا يؤكد لنا عناية الأكيد أنه بيهتم فينا بيرعانا بيهتم بإحتياجاتنا خلال طول الرحلة التي نسميها رحلة البرية في هذا العالم حتى نكون في الموطن بتاعنا الموطن الحقيقي أن نكون في السماء ثق أنه الرب لا يترك إنسان وعوده صادقة وأمينة وإذا فيه أمور عم بتمر فيها وعم بتتساءل ثق أنه الله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا ولكن الله بيشكل فينا الله بيبني فينا إحنا جبلة عم بيجبل وبيشكلنا بحسب الصورة اللي الله وضعها والغرض منها إنك تكون مشابه صورة يسوع المسيح في هاي الحية رح نمر في كل أنواع الظروف ولكن ثق عنايته أكيدا شيء ثالث أحبائي إحنا عارفين النصرة النهائية هي للرب الرب يسوع أجا مات على الصليب وقام من الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهو الذي قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الذهر وهو الذي وعد في داخل الكنيسة من حتى في مشاكل الكنيسة أن يكون إن اجتمع أو حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في الوسط الرب معنا معنا في كل برية هذه الحياة إلى النهاية السعيدة واحدة من الآيات اللي بحبها أحبائي في إصحاح كورنتوس الثاني إصحاح خمسة الآية الأولى لأننا نفس الشيء نعلم لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد مش أي يد بشرية بيت غير مصنوع بيد ويقول كتاب عن هذا البيت أبدي فإذن لا يتزعزع من أي زلازل لأننا سنكون معه كل حين في السماء الكتاب المقدس بيعلمنا أحبائي وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا وصحوا للصلاوات فطبعا في إحساس في داخلنا أنه الرب قريب إذا كان هذا الموضوع بالنسبة لبولوس وبوترس في تلك الأيام كانوا يؤمنوا بمجيء المسيح الفوري والمفاجئ والسريع فكم نحن في هذا العصر أو في قرن الحادي والعشرون هذا الإحساس عم نمر فيه أنه إحنا في آخر الأيام فخليك عائل ميز الأزمنة ميز الأوقات واللي عم بسير في هذا العالم الرب أعطانا نظرة روحية أن ننظر موراء الأحداث وفي نفس الوقت أعطانا قلب مليان أحشاء مليان رأفة على الناس اللي بتموت ولسيما في غزة صار أكتر من 22 ألف شخص ومنهم 8-9 تلاف طفل نحن كمؤمنين نؤمن أن كل هؤلاء الأطفال أطفال غزة موجودين في حضن يسوع المسيح عم بيتمتعوا بحياة أفضل في السماء في النعيم مع الرب يسوع المسيح ولكن برضو المنطق والزكاء والعقل بقول يعني فكر شوي احسبها صح أنه إحنا عم نمر في سرعة في أوقات عم بتمر سريعة جدا محتاج أنه نفكر بشكل جدية أن أصعب مشكلة هي مشكلة اللام وبالاء وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام هذا ما حدث على فكرة في ميلاد الرب يسوع المسيح عندما سأل هيرودوس الكبير أين يولد المسيح الجواب كان صح يولد في بيت لحم اليهودية ولكن أحبا أشوف ردود الفعل كان سؤال هيرودوس يعني بمراوغة لأنه كان عاوز يتخلص عاوز يقتل يسوع المسيح ثم رؤساء الكهنة لأنه كانوا خلطوا البوليتكس بالدين مثل ما عم بصير بالشرق الأوسط بدك تنفذ أي شيء بدك تنجح في أي انتخابات بدك أنت تتسلط على الناس دخل الدين فالدين صار هو الأداء صار السلاح الذي يستخدم يعني الدين أو السياسة خلينا أقول السياسة في الشرق الأوسط مغلفة بالدين إذا عاوزت تحقق أي شيء نجاح في بيزنس حط آيات وحط شعارات وحط دين عشان يمر في هذا الشيء للأسف ولكن القلب غير متجدد والقلب غير متغير والقلب ما عنده أي نبض حيا أقصد من ناحية روحية فإذن أحبائي في أيام المسيح في ولاة المسيح هيرودوس أراد أن يقتل يسوع رؤساء الكهنة ورجال الدين لم يبالوا أنه روح يفحصوا الأمر يتأكدوا عن ولادة يسوع في بيت لحم وطبعا لكن في الناس اللي هي الأمم المجوس الحكماء اللي جاءوا من فارس من إيران وطبعا الرعاة اللي جاءوا من بيت صحور من حق الرعاة كانوا فرحين وذهبوا وسجدوا للطفل وقدموا هدايا نفس الشيء أحبائي في مجيء يسوع المسيح بتجد الفئة الأولى فيه ثلاث فئات كمان الفئة الأولى الذين يقولون سيدي يبطئ قدومه يعني الرب ما هو مش جاي عن قريب فمنبتدي نعيش لشهواتنا ولذواتنا ونبتدي نعيش بتصرفاتنا ومنسلك في الحياة كأنه عايشين للأبد ولا ندرك أنه هذا اليوم يأتي ويباغتنا فجأة يأتي يسوع المسيح وعندها ستقف أمام الديان فهؤلاء أحبائي هؤلاء المبطئين يعني عايشين حياة البطء ولكن رح يفاجئهم هذا اليوم المجموعة الثانية هي مجموعة المستهزئين يعني القوم المستهزئين سألوا فيه رسالة بوتروس سألوا عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام الأيام بتاعتنا قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم يعني بشبه الناس البطئين شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه يا عمي صدعتولنا رأسنا وجعتونا صلكوا من أول إلى أربعين سنة بحكي عن المجيئة الثانية طب وين يا سيدي حكي لي وين تالرب جاي وبعدين هالرب راض عن هالأوضاع اللي عم من مر فيها أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة حقيقة وكأنهم يقولون من أول الخليقة اللي كان هو حاليا واللي راح يكون سنة جديدة واللي حياة جديدة ما هو سنة ورا سنة وكل سنة منتمنى وكل سنة منحاول وكل سنة وسنة وسنة ومش عم منشوف أي تغيير لكن الحياة الجديدة هي التي تعكس محبة المسيح فينا لكن لاحظ جواب الرسول بطرس في نفس الإصحاح رسالة بطرس الثانية إصحاح ثلاثة والآية خلينا ابتدي من آية ثمانية ولكن لا يخف عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد اسمع ما يقول الكتاب لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطأ لكنه يتأن علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ولكن سيأتي كالصف الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب تعرفوا هذه المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المستهزئين أين هو موعد مجيء فرد أن الله لا يتباطى عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى واو تعرف أنه من نعمة الرب الرب اليوم أعطاك يوم جديد تعرف أنه أشرق شمسه أو أمطر المطر بغض النظر شو أنت تعرف أنه اليوم أعطاك تتنفس أكسجين وهواء نضيف تعرف أنه شعرة من رأس الإنسان لا تسقط بدون إذن الرب تعرف أنه الله هو السيد كل الأحداث تخيل خالق كل الكواكب والأكوان بيهتم بشعرة تخيل معي أنه هذا اليوم من رحمته عليك مراحمه هي في كل صباح جديدة أمانته من دور إلى دور هل شكرت الرب الرب اليوم أنه أعطاك يوم جديد أعطاك نفس جديد أعطاك حياة جديدة أعطاك فرصة جديدة عشان تتوب وترجع اليوم ألم يقل الكتاب أطلب الرب مادام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران ألم يقل يسوع عن نفسه أنه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مادام نهار رح يجي الليل فإذا من رحمة الرب ومن نعمة الرب ومن محبة الرب أعطاك فرصة اليوم أعطاك فرصة جديدة أنك تتوب وتحصل على الحياة الجديدة حياة ذات الله الحياة الأبدية الحياة أنه اسمك اليوم بيتكتب في سفر الحياة هل فكرت في هذا الموضوع فإذا القوم المستهزئين ما أنتوا عم بتحكولنا من أول الخليقة لليوم واجعتولنا رأسنا لكن الحقيقة أنه الرب اليوم أعطاك فرصة عشان تتوب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل توبوا يلا توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب تعرف أحسن إشي نعمل وهي الحديد حامي قل له مثل العشار جابي الدرائب قل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ تعالي اليوم خليني أسألك سؤال خلي عينيك بعنيه هل تريد الحياة الأبدية سؤال تاني هل أنت متأكد أنه عندك حياة أبدية سؤال تالي لو أنت موت في هاي اللحظة هل أنت عارف ما هو مصيرك سؤال رابع لو الرب يسوع أجى في هاي اللحظة ما هو موقفك من مجيء المسيح لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة أنا بدعوك أنك يتوب صليها معا قل له يا رب يسوع أنا عشت لذاتي عشت لشهواتي صليها قل له يا رب حررني من العبودية حررني من الخطية يا رب يسوع اغفر كل خطياي طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم والسؤال الأخير اللي عاوز أسأله هل تريد أن يكون اسمك الآن مكتوب في سفر الحياة إذا أردت أنه اسمك اليوم وأنا أطلبها كون شجاع اليوم كون شجاع لا التدين رح يخلصك ولا الأعمال الصالحة رح تخلصك ولا التقوة ولا الذبائح ولا الصوم ولا الصلوات حتى ولا أي شيء فالخلاص هو عمل إله من أول للآخر الإنسان ما لهش دور فيه لأنه عيب أصلا أجرة الخطية هي موت مش ممكن ترشي الله في شوية أعمال فاليوم هل تريد أن اسمك يكون مكتوب في سفر الحياة إذا عاوز اسمك يكون في سفر الحياة قل لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ أعطيني حياة أبدية اكتب اسمي في سفر الحياة وعلى فكرة إذا عانيتها من كل قلبك تأكد أنه الرب أعطاك حياة جديدة هاي أحلى وأعظم أمنية في السنة الجديدة اللي هي بتتحقق من خلال إرادتك أنك سلمت حياتك ليسوع المسيح وإذا أنت فعلا يعني طلبت قلت اكتب اسمي في سفر الحياة من فضلك ابعت لنا رسالة لأنه عاوزين نتابع معنا لدينا برامج للمتابعة نتابع معاك حتى تنمو في معرفة الرب ومبروك عليك يسوع المسيح فالجواب لهؤلاء المستهزئين أنه لا يطباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم من الطباطئ لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة وجماعة الثالثة اللي هي جماعة المنتظرين مع جميع الذين يحبون ظهوره أيضا تمثاو ستاني إصحاح أربعة عشر هو أن تسلك في القداسة والطاق ولاحظ الكلام تكون أنتم يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناصر محترقة وتحترق والعناصر محترقة تذوب ولكننا لاحظ الكلام ولكننا اللي آمننا في يسوع اللي صلينا هاي الصلاة من شوي ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر فإذا أحبائي هل أنت من الجماعة اللي بينتظر مجيء الرب يسوع المسيح الذين سوف لا يخجلون منه في مجيئه الرب قال في سفر الرؤية صحة 21 هأنا صانع كل شيء جديد تعرفوا الرب هو إله كل شيء جديد بعطيك حياة جديدة خليقة جديدة قلب جديد روح جديد ذهن متجدد سماء جديدة أرض جديدة أورشاليم جديدة اسم جديد بغض النظر بتمر السنين بحلوتها أو مرارتها إذن أنت في المسيح خليقة جديدة أي يعني جديدة أي جديد كل يوم كلمة جديد هنا لا تعرف القدم يعني ما صرتش عطيقة ولا يغلبها الزمن الشخص الجديد يعني جديد كل يوم لا يعرف القدم لا يغلبه الزمن ليه لأننا في المسيح فالمسيح خارج الزمن فنحن في المسيح فأصبحنا خليقة جديدة لا نعرف القدم ولا يغلبنا هذا الزمن فصار عنا قلب جديد طبيعة جديدة فكر جديد كما صلى المرنم داود بعد ما أخطأ قال قلبا ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك أمحو معصية اغسلني كثيرا ومن خطيتي طهرني في آية عشرة مزمول 51 قلبا نقيا أخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد ويتجدد بشكل مستمر في داخلي روحك القدوس لا تنزعه مني حبائي الرب يسوع عاوز يعمل كل شيء جديد في حياتك سن جديد حياة جديدة بركة جديدة قلب جديد طبيعة جديدة طبعا من خلال نعمة الرب يسوع المسيح تعرف حبائي الرسول بولوس لما كتب لكنيسة روميا أسحاح 12 قال من الآية الأولى فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة يقول كتاب لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى فأبدية فإذن الرب يعطيك عنين جديدة عنين روحية فوق اللامرئيات لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان فإذن أحبائي الله يطالب المؤمنين في أربعة أمور أولا تجديد الذهن لأن الذهن هو ساحة المعركة قال بولوس أخاف عليكم أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح لأننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة إنها معركة أحبائي إبليس يحاول أن يوجه سهامه الملتهبة إلى أرض المعركة اللي هي الذهن لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان متى كملت طاعتكم فإذن عم نهدم حصون الأفكار الشريرة الأفكار السلبية سهام إبليس الملتهبة الموجهة الضربات واللعنات اللي بتحاول اللي يجيبها إبليس نعمل سد منيع كل تخيلات كل تصورات تحمى بسور من نار ومجد الرب في وسطها غطاء من دم المسيح على أذهاننا فإذن يطالبنا يطالبنا في ذهن متجدد ثم إرادة خادعة أن نخضع إرادتنا ليسوع المسيح حتى يعمل من خلالنا شيء ثالث طاعة الرب طالبنا بطاعة كاملة وسريعة أيضا ثم أحباء جسد مكرس أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله هذا الجسد مكرس أصبحنا في المسيح مكتوب لأنكم لستم لأنفسكم بل الذي مات لأجلكم وقام لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا أو متنا فللرب نحن فإذن أحبائي هذه البداية الجديدة اللي بتعطينا ذهن جديد إرادة خاضعة طاعة كاملة جسد مكرس حماية على الأذهان هدم الحصون تعطينا بداية جديدة بكل معنى الكلمة هذا الجديد هو يتجدد في كل يوم لا تعرف القدم ولا يغلبها الزمن لأننا في المسيح يسوع ثم أحبائي هذا يحدث عن طريق الولادة الجديدة ننال الغفران وننال الخلاص والحياء الأبدية نصبح في المسيح شركاء الطبيعة الإلهية الفكر صار جديد صار عندنا نظرة جديدة رؤية جديدة اهتمام جديد أو كما يقول اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأن الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا حقيقة يقول عن الكتاب نحن متنا مع المسيح لنسلك في الحياة الجديدة في روميا إصحح ستة والآية أربعة هذه الولادة الجديدة هي ولادة من الله الذين ولدوا من الله يحن واحد آية تلات تعش هاي الولادة الجديدة جديدة بالكامل مش بالتقسيط ولا بالإصلاح ولا بالترقيع لكن هي جديدة كاملة بكل معنى الكلمة هاي الحياة الجديدة مملوئة بحياة الله وحياة مجد الله ها أنا أصنع كل شيء جديد نوع جديد صار عنا من الاهتمام نوع جديد من المحبة صارت محبة جديدة محبة إلهية أو كما يقول الكتاب خلعتم الإنسان العطيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد في المعرفة أو للمعرفة حسب صورة خالق هاي الآية في كلوسي إصحاح ثلاثة في آية بتشبهها في أفسوس إصحاح أربعة أي أربعة وعشرين أربعة وعشرين وتتجدد بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله لاحظ في كلوسي بقول يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقي هنا يقول الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمة خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح إعادة الصورة الصورة التي تشوهت وهذه الصورة تكتمل في تشبهنا في يسوع المسيح الذي أعلن لنا الحياء الأبدية وعطانا الحب الإلهي وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل فنحن نطلب مش سنة جديدة ولكننا نطلب حياة جديدة هذه الحياة الجديدة هي أننا أصبحنا خليقة جديدة صرنا من عائلة الله صرت ابن أو بنت للرب بما أنكم أبناء نصرخ يا أب الأب صار في عنا شركة صار في عنا علاقة صار في عنا قرب مودة أنك بتصلي أصبحت مخلوق جديد جنس جديد أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبر بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب خليني أخد مكالمي معي ماركوس من مصر أهلا وسهلا أخ ماركوس كنت حابب أشارك بسؤال يعني ممكن يكون بيشغلني ويشغل بال كتير من المشاهدين كتير يعني الوقت الحالي يمكن يكون أكتر تطور من حيث التكنولوجيا لكنه أكتر صعوبة من حيث التحديات العالمية الحروب الظروف الاقتصادية التحديات المالية اللي بتوجه كل بيت أصبح احتياجات كتير غير مسددة إزاي وسط كل ده كون بشعر بالقوة وبالسلام بالفرح بدون بدون ما ألجأ لأي شيء عالمي يكون بيغضب الرب أو يكون مش في ما شئته أمين شكرا كتير يا خمر قص هذا سؤال وسؤال كتير كتير مهم مع أنه في طيات هذا السؤال كان الجواب من خلال الحديث عندما نحصل على الحياة الجديدة الطبيعة الجديدة ولكن أكرر أن هذا تصميم تصميم يعني مهم جدا نصنع هذا التصميم بغض النظر شو عم بمر في ظروف وأحوال حوالينا ومثل ما ذكرت شتين بين الرغبة والإرادة فالله يطالب الإرادة تجديد كمان نخضع إرادتنا للرب وأقول في هذا العام أصمم بنعمة الرب وبمعونة روح الرب أن أتغير أن أتجدد أن أكتسب مثلا عدات جديدة أتغير فلما أنا بتغير من جو أنا بتغير أولا بصير نظرة لكل الأمور التانية نظرة ربانية من عينين إلهية من قلب إلهي فالمسيح يمتلئ بالمحبة فنحن نحب كل الناس يعني أنا بستغرب مرات اللي بيجاوبون على الفيسبوك لما منكتب بعض البوستات بفكرون أنه هاي كراهية ولا عداء حب أحكيها علنا لكل المسلمين ولا يوجد أي مسيح حقيقي في العالم اختبر الولادة الروحية والتجديد الروحي بيكره أي مسلم ما في مسيح في العالم بيكره أي مسلم بالعكس نحن نحب المسلمين هن من من شعبنا من عظمنا من لحمنا ومنحبهم من كل القلب إذا الكتاب بعلم أحب أعداءكم يعني الأعداء مش البشر يعني الأعداء هم اللي بيتحركوا من إبليس مع كل هذا نحن نحب كل الناس ولكن يعني في شخصية النبي حبقوق في العهد القديم شوف شو كتب كان كل الصورة قاتمة بتشبه أيامنا حرب احتلال كان نبو خد نصر والبابليين جيش يعني بدو يمحى الإخضر واليابس من أرض يهودة أورشليم وشاف كل الأمور خلاص يعني معتش فيه أي أمل اسمع الكلمات الأخيرة اللي كتبها في حبقوق إصحاح ثلاثة آخر آيات سبعتاش بعتقد لا تسعة تعاش بقول فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود شوف التصميم فإني أبتهج بالرب وأفرح تصميم وأفرح بإله خلاص بقول الرب السيد قوتي ويجعل قدميك الأيائل ويمشيني على مرتفعاتي أنا بشوف اللي عم بسير بشفقة بحنية بمحبة لازم نساعد إخوتنا وأحبائنا نسدد احتياجاتهم نصلي من أجلهم الرب يحميهم والرب يعوض والرب يقطع الشر والأشرار الرب يجيب شيء جديد على شرقنا الأوسط اللي أثبت خلال مئات وألاف سنين ما فاتش أي شيء خلينا نجرب إشي تاني شو رايك نجرب نمشي على شريعة المسيح العزة على الجبل صمم في هذه السنة إنك تتبع يسوع وتؤمن بيسوع وتعيش يسوع ويسوع يكون الرب والسيد والمخلص على قلبك وحياتك فيصبح كل شيء جديد ومتجدد في حياتك أيضا إحنا منفكر موراء السنة منفكر في الحياة الأبدية منفكر إن الحياة قصيرة أحبائي ظل عابر بخار يظهر ويختفي ولكن العلاقة مع المسيح علاقة أبدية آمن بالرب يسوع فتخلص وسلم حياتك حتى يكتب اسمك في سفر الحياة موسيقى ترجمة نانسي قنقر